يا صباح الفلي النهاردة يوم مشحون بالأعمال والأعباء النهاردة يوم الاثنين أول يوم في الأسبوع أنا ما بعتبرش يوم الاثنين هو اليوم الصعب بالنسبالي لأن لمدة طويلة دلوقتي يوم الاثنين ومعنديش أن أنا أروح المكتب أو عندي محاضرات فعادة بيبقى يوم لايت بس هو يوم كاتشوب كل الحاجات اللي ما أدردش أعملها وخلصها في الويك أنت بحاول أخلصها بسرعة بسرعة لأن الأيام اللي بعد كده كلها لازم بنزل وبخرج بروح الجامعة وبروح المكتب يعني بيبقى أيام مشحونة خالص النهاردة كمان حبتدي أول يوم في ساشن اليوغا أنا بعمل اليوغا كتير قوي بس قلت كنوع من التغيير كان فيه فترة من الفترات كنت بروح فيها يوغا ستوديو وكانت فترة لزيزة وظريفة بس للأسف لستوديو أفل وأنا ما بحبش يعني أروح بعيد كنت بدور على حاجة جنبي لغاية ما لقيت حاجة قريبة النهاردة بشيك على المساجات بتاعتي في صديقة من صديقاتي بعثتلي وزعلانة جدا جدا عشان حاجة حصلت بينها وبين زملتها وزملتها دي كانت صديقتها يعني زميل في الشغل وأصدقاء وما كانتش متخيلة إزاي بعد العشرة دي والشغل مع بعض السنين دي وإحنا كنا صحاب والكلام ده كله إزاي تعمل فيه كده والكلام ده وده فكرني إن أنا من فترة طويلة وأنا بقول لها زميل العمل مينفعوش يبقوا أصدقاء وهنا لازم نفرع الصداقة من الصدق والصحبة والأصحاب من الصحبة لأن يعني يمكن برضو فيه فيديو قبل كده نتكلمت عنه على أنواع الأصدقاء في حياتنا زملاء العمل مهما كانت علاقتنا قوية بيهم ما ينفعش نبقى أصدقاء ما ينفعش أنا جربتها كتير والدي اكتشف الحكاية دي أكتر من مرة من القصص والحكاوي والناس اللي شاركت بعض المشاكل معايا اكتشفت إن ده مبدأ تليم مش عايزة أقول 100% لكن 99% من حالات الصداقة المربوطة بزمالة العمل بيدخل فيها مشاكل وبيتتحول لحاجات تانية مش كويسة قوي وبيبقى فيها لخبطة ومشاكل فالنهار ده على مدار اليوم هكلمكم عن الموضوع ده كل ما لقي نفسي فاضية هتجل شوية عشان أقول لكم نتصرف إزاي ونعمل إيه علشان نحافظ على علاقتنا بزملاءنا كويسة ونستمتع بالعلاقات دية بس بدون ما نتجاوز حدود معينة ممكن تضرنا إحنا زملاء العمل مش أصدقاء أنا عارفة إن كلامي ده ممكن يكون صادم شوية لكن لازم أكون صريحة معاكم زملاءنا في الشغل مش أصحابنا نقدر نكون ودودين وبنتصرف باحترافية لكن مش لازم نتخذ زملاء العمل أصدقاء حقيقيين ودي حاجة بتغيب يعني عن ذهن كتير من الناس في الشغل وممكن نقع فيها بسهولة لأننا ببساطة بنقضي معظم ساعات يمنى في الشغل معظم أيام الأسبوع خمس أيام وفيه ناس ستة وفيه أحيانا سبعة سبعة أيام في الأسبوع بنقضيها مع زملاء العمل أكتر ما بنقضيها مع شريك الحياة وأولادنا وأهلنا فطبعا يعني دي فرصة كبيرة جدا إن إحنا نشوف زملاءنا أكتر من الناس اللي بنحبهم وأكتر من عائلتنا خاصة لو مكان العمل بيبني ثقافة متربطة أو بتلاقيها مثلا في الشركات اللي هي فيها مكتب مفتوح وكل واحد شايف التاني في الكيوبيكل اللي جنبه وتلاقي كل واحد في حياة التاني قاعد عمال يسمع تليفوناته ويسمع هو بيعمل إيه ويشوف هو بيعمل إيه فأكيد أكيد من السهل إن إحنا نبني علاقات قريبة أحيانا زيادة عن اللزوم إحنا وزملاء عملنا بنمر بظروف متشابهة عندنا أرضية مشتركة كبيرة بعد فترة تلاقي الخط الفاصل بيننا وبينهم بيبتدي يتموج ويخف لغاية ما يتلاشى وما يبقاش واضح فين نهاية العمل والاحترافية وفين بداية الحياة الشخصية فتاني وتاني وتاني زملاء العمل مش أصدقاء ولازم نفكر ليه الناس دي أصلا بتقابلها في الشغل ليه هده يعني ممكن نروح الشغل ونلاقي الناس دي هل لو ما فيش الشغل بيربطنا كنا حنقابلهم في حياتنا لا ممكن يعني نعيش سنين وسنين من غير ما نقابل حتى واحد فيهم صدفة لكن الحاجة الأساسية اللي بتجمعنا إن احنا في الشغل ده علشان نكسب فلوس سواء محتاجين الفلوس سواء عايزين الفلوس مهما يكون السبب الرئيسي هو الفلوس احنا عايزين نكسب فلوس فيه ناس إلى جانب كسب العيش بيبقوا عايزين يبنوا مستقبل مهني لو ما فيش حاجة تانية أساسا دافع تاني آخر ما كناش هتلاقيه أي حد فينا في الشغل كان ممكن نروح نتطوع في أي جماعية خيرية ننعد في البيت على الكنبة نتفرج على مزلسلات أو نلعب جيمز فالموضوع إن فيه ناس هنا عشان الصحبة الحلوة وعشان التعامل والتفاعل انسوا الكلام ده الناس بتروح الشغل علشان سببين سبب منهم قوي وسبب أحيانا بيكون موجود السبب القوي هو إن احنا عايزين فلوس السبب التاني اللي ممكن يسنده شوية إن احنا عايزين نبني مستقبل مهني نعمل الكلام ده وعايزين نرجع البيت ولا نرجع لحياتنا الخاصة وخلاص الناس اللي هي بتركز على الفلوس بس دي واضحة وصريحة الناس اللي يمكن عايزة تبني مستقبلها المهني ويصعدوا في المراتب والترقيات ده نوع آخر وده يمكن يفكرني إن فيه أنواع مختلفة للزملاء العمل مش هنتطرق لهم كلهم ممكن ده يكون في فيديو تاني في المستقبل أكلمكم على أنواع زملاء العمل اللي ممكن نقابلها في العمل ومميزات وعيوب كل نوع من هذه الأنواع لكن ممكن نلاقي مثلا زميل من الزملاء أو زميلة من الزملاء ما يكونوش مهتمين بالشركة أساسا ولا مهدمين بالناس اللي بيشتغلوا معاهم ممكن نلاقي شخص تاني مهدم جدا جدا بنجاحه ومستعد أنه يعمل أي حاجة علشان يصعد في المراتب ويترقى ويقرب من المدراء وبيئة العمل كمان ممكن تخلق تنافس شديد وضغوط في بيئة العمل وهو ده سبب رئيسي من الأسباب أنه لازم نحافظ على علاقتنا في إطار احترافي عشان نتعامل مع زملاءنا بشكل صحيح ونحقق توازن بين الود والمحبة والصحبية والاحترافية في نفس الوقت ويعني في النهاية نحافظ على علاقات عمل صحية وإيجابية وفي نفس الوقت نتمكن من تحقيق أهدافنا المهنية أول نقطة وأهم نقطة هي احترام الحدود الشخصية لازم نحترم حدود زملائنا وما نتدخلش في حياتهم الشخصية نخلي العلاقات ودية آه لكن في نفس الوقت احترافية مهنية والحدود دي تكون حدود واضحة أعرف حدودي ومسمحش لحد يتجاوز هذه الحدود وأعرف حدود زملائي وأحترمها أحافظ على خصوصيتي مش لازم كل حاجة أقولها مش لازم كل حاجة في حياتي أقولها وبرضو في نفس الوقت أكون حريص على عدم التعدي على خصوصيات الآخرين وهنا يمكن أفتكر مشكلة كبيرة جدا 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 يعني مش عايز أقول لكم قد إيه كبيرة حصلت لسيدة صغيرة في السن أعرفها كانت صغيرة في السن أياميها إنها يعني زوجها كان صديق لمديره وكانوا زملاء في الدراسة واشتغلوا في نفس المكان وكانت صداقتهم قوية الراجلين مع بعض وهي بالتبعية اتصحبت على مراته وزوجها قال لها أسرار بيتنا ما تروحش نهائي ده صح بي آه وقلقتنا كويسة آه لكن في النهاية إحنا بنشتغل وأنا بشتغل تحت إيده أسرار بيتنا ما تطلعش نهائي طبعا البنت اللي كانت صغيرة في السن في الوقت دوة ابتدت طبعا تتكلم وتقول حاجات ما كانش مفروض تقولها الأمور تلخبطت والدنيا عجنت في بعض بشكل فضيع والصديق اللي هو يعني ربطته بهذا الزوج سنين طويلة من الصداقة ابتدى لما شاف أنه هو هيبتدي يترقى وكان بيسعى أنه هو يروح قسم تاني عشان كان له فرص ترقية في القسم التاني للأسف للأسف استخدم بعض المعلومات الشخصية عنه في أنه هو يضر بي ويقزي أزى شديد جدا 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 وللأسف انتهى الأمر للطلاق بين الشاب والشبة وبعد يعني سنتين من المشاكل والمعاناة والخناءات وتطور الأمر تطور وحش قوي 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 طبعا يعني دي حالة اكستريم بس أنا شفت حالات كتيرة قوي أنه لما ما بنحفظش على الحدود الشخصية بيننا وبين زملائنا وأن الحدود دي تكون واضحة وكل واحد يحترم خصوصيته ويحفظ عليها ممكن ده يحصل يعني جراءه مشاكل كتيرة قوي النقطة اللي بعد كده هي التواصل والكومينيكيشن ويمكن ده مهم في أي علاقة من العلاقات ولكن خاصة بين الزملاء التواصل يكون بوضوح ويكون واضح كده ويكون صريح ويكون مباشر لو عندنا مشكلة أو حاجة معينة نعبر عنها بأدب وزوء وحصافة ولباقة من غير لف ودوران اللغة اللي نستخدمها في عرض مشاكلنا أو عرض آراءنا لازم نستخدم لغة محترفة مهنية ما تبقاش اللغة اللي بنتكلم بيها مع أصحابنا يعني زي النكت حوار مش فورمال اناف خصوصاً يبقى فيه كلام بزيء حاجات غير ملائمة حتى لو اللي حوالينا بيسمحوا بدا أو بيقولوا دا احنا نحافظ على شكلنا ووجهتنا في العمل ان احنا ما نقولش كلام بزيء ونكت ملحاش لازمة وكلامنا يكون كلام راقي ولطيف وجميل النقطة التالتة هي الحفاظ على السرية المهنية كل واحد فينا في موقع عمله عنده تحت ايدي معلومات معلومات حساسة عن العمل عن الشركة عن الزملاء الآخرين لازم لازم نحافظ على السرية المهنية مش معنى ان احنا أصحابه بنتقابل على كافي ولا على قهوة وبنخرج مع بعض وأولادنا يمكن يكونوا بيروحوا نفس المدرسة ان المعلومات اللي أنا مؤتمن عليها كموظف للشركة دي افشي السر وأشاركها مع زملاء العمل اللي هم بقوا أصدقاء لمجرد المشاركة والكلام واللت والعجن والحوارات والكلام ده كله لأن ممكن في لحظة من اللحظات ينكشف السر ويتعرف مصدر افشاء هذا السر اللي هو سر مهني أو معلومة حساسة عن الشركة أو عن العمل الداخلي في الشركة وساعتها موقفنا في الشركة حيتهز جامد جدا جدا وده يمكن يخليني أقولكم برضو ما تأمنوش حد ممكن حد يوفش السر بأصد أو بغير أصد في ناس أعرفها واشتغلت معاها ممكن تتكلم وتبقى مش عارفة أقول الكلام ده ولا ما أقولش معندهش فلتر أنا أحيانا بتكلم حصل أكتر من موقف أني أتكلم عن موضوع ما وأفاجأ أن الموضوع ده اتقلي كنوع من أنواع الأسرار عشان كده بيقولك السر لو خرج من بين اتنين ما يبقاش سر عارفين إيه هما الاتنين دول ده مش شخص وشخص مش إنسان وإنسان لا الاتنين دول هما شفتيك لو السر خرج من بين شفتيك ما بقاش سر خلاص وده يدخلني بقى للنقطة اللي بعد كده هي النميمة والقيل والقال وده يعني حاجة إحنا مبتلين بيها وباستغرب جدا لأن مفروض الإسلام والأديان الأخرى على فكرة مش الإسلام بس بتحذر من النميمة بتحذر من النميمة وبتحس الناس على الابتعاد على الابتعاد عن النميمة والقيل والقال ومع ذلك أكتر آفة مدمرة علاقتنا وحياتنا النميمة والقيل والقال البيئة العمل اللي مفهاش هذه النميمة ونقل الكلام والكلام على الآخرين بتكون بيئة عمل محترمة وإيجابية والبيئة اللي مليانة بقى فلان قال فلان عاد شفت فلان عمل إيه شفت فلان لابسة إيه شفت مش عارف كانوا قاعدين مع بعض إزاي الكلام ده كله كل ده ممكن يضر بالعلاقات ويخلق جو غير صحي في الشغل وهتبقى أنت طرف أكيد في حاجة زي كده لو تكلمت وسمحت لنفسك تكون موجود في جلسة نميمة حتى لو ما تكلمتش مجرد أنك تشهد هذه النميمة وتسمع القيل والقال أنت بقيت طرف فيها وسونر أور ليتر قريب أو بعيد هتحصل مشكلة وهتيجي رجلك وحتبقى داخل في الموضوع فدايما نخلي كلامنا إيجابي ونبعد عن القيل والقال والنميمة نقطة تانية برضو كمان مهمة قوي هي الفروق الفروق الشخصية بين الأشخاص الزملاء حتى المقربين مننا واللي ممكن نعتبرهم أصدقاء أو أصحاب بيجوا من خلفيات مختلفة عائلات مختلفة ظروف تربية مختلفة عندهم قيم مختلفة وعادات مختلفة فلازم نحترم هذه الفروق ونتجنب إصدار أحكام مسبقة عن الآخرين وبرضو ما نتسرعش بأخذ أحكام إيجابية عن الآخرين أن مثلا أتنين كانوا في نفس المدرسة أنت متخيل أتنين في نفس المدرسة راحوا نفس المدرسة راح كانوا مع بعض في بتدايق أعدادي وسنوي بنحس أن إحنا قريبين قوي قوي من بعض بنتكلم نفس الكلام بنقول نفس اللي بنعمله روتيني اليومي زي روتينها اليومي مشاتلي زي مشاكلها حتى ممكن نكون بنلبس دي بعض بنروح نفس الأماكن قرأنا عن موضوعات معينة شبه بعض ده على السطح لو دخلنا بقى في الأعماق وأغوار حياتنا هنلاقي فيه فروق شخصية كبيرة قوي يكفي قوي فرق واحد بس يعمل مشكلة بين الاتنين اللي فاكرين إنهم شبه بعض قوي وانس إن حصل إن هذا الاختلاف ظهر على السطح ممكن الناس تقلب على معدها فنحترم الفروقات الشخصية نحترم اختلافنا حتى ولو إن المشترك بيننا أكبر بكتير من اللي احنا مختلفين عليه وفي النهاية نقطة برضو مهمة إن احنا نكون مساعدين للي حوالينا ولكن بحدود حلوة قوي إنك تكون متعاون وتقدم المساعدة لزملائك وده شيء أنا بحس عليه بالعكس لازم نكون متعاونين مع زملائنا لكن نتأكد إن احنا ما بنتجاوزش حدودنا ولا بنسمح لحد إنه يتجاوز حدوده معنا كل واحد فينا في العمل عنده أولويات معينة لازم نحترم أولوياتنا الأول نساعد زملائنا لما يحتاجوا المساعدة ولكن يكون فيه مساحة كافية لنفسي إني أقوم بشغلي إني أنجز اللي علي الأول وبرضه ما تدخلش في شغلهم ما عمل لهمش شغلهم ما سمحش لحد إنه يستغلني بابا كان دايما يشتكي إن فيه ناس لأنه بابا كان بيحب الشغل قوي 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 يعني كان مدمن لعمله فكان حتى لما حد يطلب منه بابا كان على طول بيساعد لأنه بيحب المساعدة وأنا يمكن اتكلمت في فيديو قبل كده عن حاجة بيسموها الهابي هيلبر ده واحد الله جميل عايز يساعد ده ويساعد ده ويساعد ده ويروح يوصل ده ويروح يودي ده أنا أفتكر أوقات كنت محتاجة بابا جنبي مش شرط عشان أنا وقف مشكلة أو حاجة مجرد إن فيه في المدرسة كان نفسي إنه يحضروا ويسيب الإيفنت ده واكتشفت بقى لما جبرت إنه هو كان أصوى بيوصل فلان الفلاني ما عرفش فين وده ما كانش عمل خير ولا حاجة ده مساعدة للمساعدة فنحط أولوياتنا صح عملي الأول بعد كده مساعدة الآخرين أسرتي الأول بعد كده أسر الآخرين أولادي الأول وبعد كده أولاد الآخرين وده مش 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 آنانية ده ده إحنا المفروض إن إحنا نعمله لإن كلنا راعي وكلنا مسؤول عن رعياته وإحنا في مجال العمل أنا راعي راعي لبسؤولياتي أنا لمهامي أنا لما طلب مني أنا أعمله الأول بعد كده أساعد الآخرين طبعا فيه زملاء حيبقوا والنبي عشان خطرنا العشو الملح استداقة العشم الكلام ده كله عادي نقول أيوة طيب حاضر أنا مستعدة ساعدك بس مش النهاردة النهاردة أنا عندي شغلانة لازم أركز عليها وأعملها الأول بكرة إن شاء الله حتى لو الشخص اللي قدامنا زعل لو زعل هيبقى مش من حق إنه يزعل زي ما هو عايز ينجز عمله وعايز مساعدة الآخرين أنا كمان من حقي إن أنا أحافظ على عملي وأخلص شغلي الأول يعني أرجو إن الكلام اللي أنا أقوله ووجهة نظري تكون مفهومة لكم لأن يعني أنا عمري ما بطلت شغل الحمد لله وطول حياتي بشتغل واشتغلت وعملت علاقات عمل وعلاقات صداقة والكلام ده كله فيعني مهمة أوي إن إحنا نحافظ على علاقات العمل علاقات صحية واحترافية قبل ما نروح ندور على أصدقاء إحنا رايحين نبني حياتنا المهنية مش عشان نكون صدقات وصحبيات أحساس لطيف صراح أنا معين لدي عشان الستوديو اللي أنا كنت بحق في أتنج من ثابس سنة لقيت لفرصة موجود حاجة ضريفة إن شاء الله كل أسبوع كل يوم دين ناعتين بتنزيد النشاط حيونا حيوي وإستو طبعا الدنيا من وراء إن شاء الله كبقى تمشي رب الصيفة للبيت حتى لأنسك نفيها داون تاون بوستر لبلد وأقدم منطقة في البلد كلها في عندنا كنيس لطيفة جدا أديمة ومباني أديمة تحولت طبعا يأما لمباني حقوقية أو جمعة وحنا بنحب ندمشي جدا جدا في الأنحاء دي لطيفة 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 شكرا